اخي اخي يا من زللت في الظلم لا تظلمن اذا ما كنت مقتدرا فالظلم ترجع عقباه الى الندم تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي انتبه انتبه والظلم نوعان ظلم لنفسك وظلم لغيرك وكلاهما ظلم تحكي هذه الاخت الفاضلة قصتها بانها كانت تعمل عندهم خادمة وكانت هذه البنت الصغيرة بنت العشر سنوات او اقل تخدمهم خدمة متفانية وكانت امينة وكانت مظيفة على حد قول هذه السيدة الكريمة وكانت تخدمها وزوجها وتخدم ولدها وابنتها فقط خدمة متفانية ولكنهم كانوا يعذبونها وتقول بان زوجها كان يصعقها بالسلك الكهربائي ويضربها اذا تأخرت في نداء واذا قصرت في عمل مع انها تستيقظ في الصباح الباكر تعد الافطارة وتغسل اطباق وتنظف المطبخ وتذهب بالاولاد بالولد والبنت الى المدارس الى غير ذلك ومع ذلك يعذبونها ويضربونها ويصعقون بالكهرباء ويقدمون لها مع ذلك ما تبقى عندهم من طعام ومن شراب الى اخر ذلك من ذل ومهانة الشاهد باختصار شديد هذه البنت لابن رجل فلاح مزارع بسيط فقير في مقابل انه يأخذ من هذا البيت عشرين جنيها فقط كل شهر لهذه البنت هكذا تقول السيدة طرد هذه البنت بعد هذا العذب الشديد لانها فقدت بصرها من كثرة الضرب وكثرة الاهانة والتعذيب والعمل فقدت البنت بصرها فلما خرجت البنت لم يبحث عنها لانها لم تعد صالحة نافعة لهذا البيت الشاهد باختصار تقول تخرج ولدها من الجامعة ثم تزوج زميلة له فتاة رائعة الجمال ورزقه الله منها طفلا تقول وكانت الصدمة العنيفة الشديدة علينا ان الطفل كان اعمى فاقد البصر فتحول البيت الى حزن وكآبة وفقدنا السعادة ولم نعد نعرف للسعادة طعما تقول وبعد ايام وبعد شهور فقدنا الامل في ان يعود البصر الى هذا الطفل الجميل ولكننا صممنا على ان تحمل من جديد زوجة ابني وذهبنا الى الاطباء وطمنون وطمأنون وبشترون بانه محال ان يأتي مولود اخر اعمى البصر لانه لا يوجد قرابة بين الزوج وزوجه تقول ونحن دفعنا البنت الى ان تحمل واوى الى اخره وحملت وحملت في بنت ووضعت بنتا جميلة تقول وضعنا ايدينا جميعا على قلوبنا حتى طمأننا الطبيب بان البنت سليمة وتبصر بفضل الله جل وعلا تقول وكانت الفجيعة ووقعت المأساة مرة اخرى فبعد سبعة اشهر نظرنا الى الطفلة الجميلة فوجدناها تركز بصرها في اتجاه واحد فوضعنا ايدينا على قلوبنا وذهبنا بها الى الطبيب مرة اخرى وكانت المصيبة وكانت الصدمة مرة ثانية ان اخبرنا الطبيب بانها فقدت هي الاخرى بصرها فاصيب الزوج الوالد الجد الذي طالما عذب الفتاة الصغيرة العمياء حتى فقدت بصرها ولا حول ولا قوة الا بالله قالت فاصيب بحالة نفسية قاتلة ونقل الى مستشفى نفسية والى مصحة نفسية ولا حول ولا قوة الا بالله تقول وصرخ ولدي وسقط ولدي طريح الفراش لهول هذه الصدمة الكبرى واصيبت زوجته ايضا بحالة نفسية قاتلة تقول وملأ القلب الهم قلبه بل وخيم الهم على بيتنا ولن نعد نعرف للسعادة طعمه تقول وانا اجلس في لحظة من اللحظات تذكرت الفتاة التي افقدناها بصرها لشدة الصعق الكهربائي ولشدة الضرب والتعذيب والألم تذكرنا هذه الفتاة قالت فخرجت ابحث عنها في كل الطرق وفي كل البيوت وفي الشوارع واسأل هنا وهناك وهناك حتى وصلت اليها فذهبت اليها وقلت لها تعالي قالت فكانت البنت اشد اصلا منه ولم تنسى العشرة مع اننا اهناها واذعذبناها واذللناها تقول فجاءت معي وهي في غاية السعادة والفرح تقول جئت بها اقودها انا لانها لا ترى فلما عادت الى البيت وسمعت ابنتي صوت هذه الفتاة بكت فيها الاخرى وتعلقت بها وعلمنا جميعا ان ما اصابنا كان جزاء من جنس عملنا فطلبنا من هذه البنت ان تسامحنا وقالت وكنت اخدم بنفسي هذه الفتاة واخدم طفلي حفيدي ابني ولدي وحفيدتي بنت ولدي اخدم الثلاثة الذين فقدوا بصرهم فيا ايها الظالمون انتبهوا فان الظلم ظلمات يوم القيامة وستجنون ثمرة ظلمكم في الدنيا قبل الاخرة ولا تغتروا بامهال الله لكم ولا بستر الله عليكم لا ترفع يدك على مسلم لا تضرب مسلما بظلم وبغير حق ولا تأخذ حقه من مال ولا تنتهك ارضه ولا شرفه ولا تهن ولا تسفه ان الظلم ظلمات يوم القيامة يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالم يا عبادي اني لك عدت من سراب فيه تبت وعلى وجهي شضايا ندم فيه انتهيت وتلاتي